موسيقى 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 النهاردة حلقتنا مهمة جدا لكل ركاب السيارات وكل حتى تجار قطع الغيار النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم هنتكلم عن البجاهات وايه الفرق ما بينها وايه الفروق في الشكل في النوعية وايه الارقام اللي بتوقع مكتوب عليها ومعناها واللي اهم من ده كله ازاي احدد نوع البجاه المناسب لعربيتي وازاي يثبت الصغرة بتاعته ويعني ايه اصلا صغرة ويعني ايه بجاه بارد وبجاه سخت حاجات كتير هنعرفها مع بعض اولا هنبدأ من حيث الشكل خارجي اغلب بجاهات العربية عندنا بتبقى جاية بجاه قطبه واحد وقطبه الواحد ده بتاعه بيبقى نيكل او نحاس وده بيبقى في اغلب العربيات بتاعتنا طبعا القطب الموجب زي احنا شايفين هنا بيبقى قطبه واحد وارد انه هو يكون القطب السالب بتاعه اتنين شمعة او تلاتة شمعة او حتى في بعض البجاهات بتبقى اربع شمعة يعني اربع اقطاب بتحصل بينهم الشرارة قطبه موجب واحد في النص واربع اقطاب سوالب في الاربع اطراف طيب ده من حيث الشكل الخارجي طبعا طيب من حيث البنية بتاعت التركيب اولا هنتكلم عن القطب الواحد اللي هو القطب اللي احنا نيكل او نحاس القطب الواحد ده هو ده اللي مستخدم مثلا في اغلب العربيات بتاعتنا وده ببقى الاداء بتاعه اداء عادي عمر افتراضي ليحد عشرين الف واكسمم مفروض ان هو بتعير وبتنظف على عشر تلاف اه ااه ده العادي ده العادي اللي شغال في كل العربيات بتاعتنا بعد كده بنروح دخلين على الشكل اللي بعد كده اللي هو الفي جروف الحيث ده اللي هو قطب واحد ولكن السن بتاع القطب الموجب بتاعه على هيئة حرف في او السبعة مفتوحة الفوق ده بيحقق شرارة مزدوجة على الخطب السالب وده بيبقى أداء أعلى شوية من البوجي الشمع الوحدة العادي بتاعنا طيب بعد كده هنيجي للدرجة الأعلى سنة اللي هو البوجي البلاتينيوم اللي هو بنقول عليه الجي باور البوجي البلاتينيوم إيه الميزة اللي فيه البوجي البلاتينيوم مستو إن هو بيحقق أداء أعلى أو بريفورمانس أعلى بنسبة 35% بيقلل استهلاك المنزيم عمر افتراضي أطول يمكن لحد 100 ألف كحد أقصى ده كلام الشركة المصنعة عليه طبعا فيه الأعلى من كده البوجي الإيريديوم طيب ايه الميزة في البوجيهات البلاتينيوم والإيريديوم وايه الفرق ما بينهم وما بين البوجي العادي الفرق ما بينهم أولا الخامة اللي بتصنع منها القطب الموجب الخامة اللي هي البلاتين زي ما احنا عارفين كمقاومة للطيار الكهرباء فمقاومته قليل قوي فده بيحقق راحة كبيرة للمبينة بتاعتنا ما بيحققش عليها جهد عالي لأن كل ما زادت المقاومة كل ما زادت جهد أو زادت تحميل أو زادت درجة الحرارة اللي بتتحمل على المبينة بتاعتنا فأحنا أولا بنرايح المبينة لما بنركب لها بجيه بلاتينيوم أو إيريديوم طيب هل كل العربات يمشي معها البلاتينيوم لو إيريديوم لا طبعا ما ينفعش البلاتينيوم محتاج بعربيات يعني يكون مواترها حديثة شوية أو قوية شوية تقدر تتحمله طيب الإيريديوم لا الإيريديوم محتاج مرحلة أعلى سنة يعني نقدر نقول آآ إن زي مثلا المواتير المايفيك زي المواتير المواتير اللي هي تكنولوجيا عالية شوية بحيث إنها تقدر تتحمل البجيه أو هو يدي معها أداءها الأداء اللي هو المفروض عشانه اللي هو إحنا هندفع فيه تمام أكبر لأنه هو طبعا سعره غير سعر البجيه العادي ولكن هو يستحق لأن زي ما قلنا عمره افتراضه أطول واللي أهم من كده أداء أحسن طيب إيه كمان يختلف عن البجيه العادي البجيه العادي زي ما هنقدر يعني عشان أقربها لكم اعتبره زي الضوء الضوء بتاعنا بقى مشتت القطب بتاعه الموجب عريض كبير مفلطح تمام؟ الشرارة بتبقى فيه مشتتة إنما البلاتينيوم والإيريديوم لو بصنا عليه هنلاقي القطب الموجب بتاعه على هائة سن إبرة زي بالزبط الضوء المركز أو حزمة الأشعة اللي بتبقى مركزة اللي هو الليزر فطبعا قوة الليزر هي قوة الضوء العادي في البجيه البلاتينيوم والإيريديوم السن الرفيع ده بيحقق لنا شرارة محددة المعلم وشرارة واحدة سابتة بتحقق طبعا احتراق أفضل وبترايح المطور كتير وبتهدي صوته على السنانسية وبتبدأ أداء أعلى واستجابة أعلى معداء وسط البنزين تمام؟ طيب ده بالنسبة للشكل الخارجي وبالنسبة للبنية بتاعته طيب ايه كلمان مهم عندنا اللي مهم عندنا كمان ان احنا نعرف ان كل بجيه بيبقى له حاجة اسمها صغرة يعني ايه صغرة الصغرة دي اللي هي بيقولوا عليها الجاب اللي هي المسافة اللي بيحصل فيها الشرارة او المسافة اللي ما بين القطب المجب والقطب السليب بتاعه طيب دي تفرق معنا في ايه او تهمنا في ايه لو احنا جايبين البجيه بتاعنا اا محدد للمطور يعني كله مطور ولو بجيه لو احنا جبنا الرقم بتاعه مزبوط على المطور بتاعنا هنجيب نركب على طول طيب فرضنا ان احنا بنعدل او ان احنا مش عارفين البجيه المناسب لمطورنا ايه هنجيب البجيه بتاعنا عادي بيستفع أما عشان ما انتهش في الموضوع ده اا المواتير الكامل واحدة الطمانية أسباب اللي هي التكنولوجيا اللي هي القديمة شوية اللي هي مثلا هنقول زي مطوره اللي انا سفردا المواتير كامل واحدة تتمانية صباب دي بنسبوتها من سبعة من عشرة من واحد ملي لتمانية من عشرة يعني اقل من الملي من سبعة لتمانية طيب المواتير اللي هي الاعلى سنة اللي هي الدرجة اللي بعدي كان هنقول زي الاكسنت الالف وخمسونة مثلا ده ببقى مطور اتنين كامة واتنشر صباب ده بنسبوت الجاب بتاعته اعلى من من تمانية لتسعة من 8 إلى 9 من 10 من الواحد ملي يعني أقل من الواحد ملي طيب المواتير بقى الستاشر صباب الاتنين كاما دي بنظبط الجاب بتاعتها أو الفتحة بتاعتها على 1 إلى 1 و 1 من 10 يعني ملي إلى ملي و 1 من 10 ملي طيب بنظبطها عن طريق إيه أو بنظبطها بإيه بنظبطها بوحدة إياس اسمها فيلر ودي هنلاقيها عند تجار قطع الغيار أو تجار الاكساسواء فكده يبقى احنا انتهينا من الشكل ومن فتحة البوجيه طيب لسه ناقص عندنا إيه من الحاجات المهمة ناقص عندنا المدى الحراري للبوجيه وده من أرقام المهمة قوي المدى الحراري عبارة عن إيه إنه كل بوجيه له مدى حراري يشتغل عليه المدى الحراري بيحدد تسريب البوجيه أو تحمله درجة الحرارة اللي هو هيشتغل فيها علشان ما انتهشن بعض اللي هو مثلا هنقول لو هنقول مثلا رقم بوجيه لانوس مثلا بي بي أر سكس إي اس الرقم اللي هو سكس ده ده رقم المعامل الحراري بتاعه طيب أعرف ازاي المدى الحراري أو عشان برضو منتهش في موضوع المعامل الحراري كل ما المدى الحراري كان عليه حمل أعلى أو كان مواطر أسرع أو طبعا مواطر أقوى أو مواطر رياضية أعلى أكتر أو احنا في دول الحرارة زي بتاعتنا أو بنحم عليه جامد أو بكل شغلنا جاري وأرس فبنجيب الرقم ده أعلى يعني هنجيبه ستة هنجيبه سبعة قدر المستطاع طيب المعامل بقى بتاعتنا بردة وخاملة وبنشتعل على الهادي ومش هنا هادي ومش بنقرس على المطور كتير فاحنا بنجيب المطور بنجيب البوجيه يكون الرقم بتاعه أقل شوية يعني مثلا بدل ستة هنجيبه خمسة هنجيبه أربعة تمام فده علشان يبقى الموضوع مبسط أو فكرة رقم الحراري بتاع البوجيه طيب ايه الفكرة ايه الغلط اللي ان لو احنا جبنا رقم مختلف او لو جبنا رقم المدى الحراري بتاعه مش مزبوط على المطور لو احنا جبنا بوجيه بارد وركبناه على مطور سخنة هنجي نبص ان لقيت بوجيه طالع أحمر خالص ومحمي زي ما يكون كان في نار عملنا العكس هنجي نبص ان لقيت بوجيه طالع مهب بسود فنركز او في الموضوع ده لان فعلا الموضوع مهم خلاص طيب الارقام اللي بتاعها مكتوبة على كل بوجيه ايه معنى الارقام دي الارقام دي اول رقمين او اول حرفين في الرقم بتوعه دول بيرمزهم لشكل السن والهيئة بتاعت البوجيه تمام بعد كده الار اللي هي الحرف اللي بعد كان الحرف التالت ده بيحدد البوجيه في ريزيستر اللي هو عبارة عن مقاومة للتردد اللي هو بيحمي دواير الكهرباء بتاعت العربية من التشريزة اللي حصلها في البوجيه مايسمعش في الكاسد صوت التكتكة بتاعت تشريزة البوجيه اللي هو الار ده اللي فيه ار ده بيبقى فيه مقاومة ريزيستر فبيه ده بيمنع الزبزبع بنسبة كبيرة تمام اه اللي بعد كده اللي هو السكس او الفايف او الفور او السيفن ده اللي هو زي ما قلنا اللي هو المعامل الحراري بعد كده الشكل العام بتاع البوجيه بعد كده الحرف اللي بيرمز بعد كده يربز النوعية او الخامة القطب الموجب. بعد كده مثلا هنقول R6AS11 مثلا. ده اللي في الاخر دي بتبقى معناها ان الجاب بتاعة فتحة البوجيه بتبقى على 11 يعني واحد واحد من عشرة ملي زي ما قلنا. طيب كده بتهيال احنا كده لمينا موضوع البوجيهات ده كل حاجة فيه طبعا عندنا شركات كتير بتنتج بجهات في شركات محترمة كتير عند انا دينسو عندنا ان جي كي عندنا بوش عندنا مركات كتير جدا انت بتختار المركة لترايحك اهم حاجة ان البوجيه ما يكونش مركون عند البيع لان البوجيه المركون بيقول عليه مرتب فمش بيدينا حريق مزبوط تختار البوجيه المناسب لعربيتك من حيث اولا القطب بتاعه يكون مناسب لعربيتك ثانيا بتختار المادة الحراري بتاعه المزبوط عندك ثالثا بتزبط الجاب بتاعته زي ما قلنا كل مطور ولو جاب معين الاهم من ده كله واللي رياحك من القصة اللي فاتت دي كلها ان انت ممكن تخش على موقع نجي كي او اي موقع تاني مهم وبتروح مدخل البرت نمبر بتاع المطور بتاعك او الموضلة العربية وبتحدد السعر اللي تبقى بتاعت المطور بتاعك يعني مثلا هنقول مثلا ان انا معايا كيس راتو 1600 سي سي فبكتب الكلام ده الموقع بيحدد لي رقم البوجيه المناسب والاختيارات التانية المناسبة ليا علشان احقق افضل اداء للمطور بتاعي بكده احنا تقريبا اتكلمنا في كل ما يخص موضوع البوجيهات بصفة عامة اتمنى ان يكون موضوع عجبكم الحلقة دي لها حلقة تكملية اللي هي بعد ما اختارنا البوجيه بتاعنا ازاي نركبه في العربية بتاعتنا هتلاقي الرابط دلوقتي ظهر عندك تحت الفيديو على طول مباشرة اتمنى ان تكون حلقة النهاردة عجبتكم اي اسئلة واي استفسارات عندك بخضرات بتكتبها لي في التعليقات تحت الفيديو وانا بازن الله هرد عليها تباعا حاجة مهمة جدا انا عايز اكلمكم فيها وياريت تساعدوني فيها لان فعلا محتاج مساعدة انا الفيديوهات دي اعداد تصوير شغل فيها منتاج كل ده بايدي الوحدي فربنا واحد يعلم انا بتعف فيها دي علشان اقدر وصل لكم المعلومة صحيحة واقدر ان انا راجع المواقع واقدر ان انا اديك المعلومة موصوقة ومعلومة عالمية بجد مش شغلي دراع وخلاص فاتمنى ان انتو تساعدوني بانكم تنشروا الفيديوهات دي تنشروا الفيديوهات على صفحتك على الجروبات اللي انت مشترك عليها على المنتليات حاول توصل معلومة قدر المستطيع للناس ساعدني في الموضوع ده لان فعلا ما عندش قادر ان انا اشتغل لوحدي لان انا بخلص الفيديو مش بابقى قادر ان انا انشوروا كمان فاتمنى ان انتو تساعدوني اشتركوا في القناة ااا زودوا عدد المتابعين علشان نبقى قوة نقدر ان احنا نوصل معلومة للناس ونقدر ان احنا نغير الفكر الغلط اللي عند ناس كتير او المعلومات او الافكار السئدة الخطأ اللي عند ناس كتير نحاول ان احنا نصلح مع بعض وده باذن الله هيعود علينا كلنا بالفايدة اتمنى ما كنتش طولت عليكم واشوفكم على خير باذن الله الحلقة الجاية اشتركوا في القناة